السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في مطبخ هانا الحناني كنتمنى من الله هاد الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم فطائر كيجوا من الروع وقلد ما يكون سهلين في التحضير ضغيات يوجدهم مكونتهم بسيطة متوجدة في كل بيت الاهم من هذا انهم كيجوا لداد وخفاف ومجعبين من الداخل وكيستحقوا تجربة بالفعل فاخليكم معي باش تكتشفوا الوصفة والمقادير فورجة ممتعة بسم الله على بركات الله هنا في كاس رولا غادي نوضع جوج كيسان ديال الحليب بالنسبة للكاس عنده نفس القياس ديال كاس العنباء من بعد مضفت الحليب غادي نضيف الماء ايضا جوج كيسان فاتعمت انا نخلطهم عد باش ندفيهم فغادي نوضحهم فوق النار نخليهم حتى يسخنوا واحد شوية وهنا غادي نضيف جوج بيضات معلقة كبيرة سكر سانيدة معلقة صغيرة من حكي بقال منها لحسب الضوء معلقة كبيرة مع مراش خميرة حبيبات او لخميرة ديال الخبز كيس من خميرة ديال الحلويات نخلط الكل جيدا حتى تجنزوا العناصير كاملين مع بعض وفي هاد الأثناء الحليب كيكون سخن كنفرغوا مباشرة على الخليط وتنخلط الكل جيدا على هاد الشكل هدا وهنا غادي ندوز باش نضيف الضقيق بنسبة الضقيق راني مغرب له من قبل غادي نعبره يعني قدمكم بالكاس باش تعرفوش حال من كاس ضفت ضفت الكاس اللول وهذا الكاس الثاني كنحاولو ما امكان نعمروه بالمعلقة هكذا باش يجينا عمر مزيان خلط الكل جيدا حتى ما كيبقاوش تكاتولات ديال الطقيق وعاد غادي نضيف جوج كيسان آخرين ضحضو معي يعني الكيسان راهو معامرين مزيان هذا الكاس الرابع كنخلط الكل جيدا فحالتي لا بقى الخليط خفيف غادي نزيد انسكاز ديال الطقيق والمهم رات يختلف الدقيق من النوعية لأخرى تقدرو تزيدو هاد النصف اللي ضفت انا تقدرو تستغنو عليه فلا حصلتو على القوام بهذا الشكل هدا فغادي نمزيج العناصر كاملين حتى كي يصبح عندي الخليط بهذا القوام وهنا غادي نضيف جوج معرقات ديال زيت الزيتون فغادي نخلط زيت الزيتون مع هاد الخليط جيدا حتى كي تجنسو العناصر ومن بعد غادي ندوز باش نضيف هاد الخضر اللي شحرتهم من قبل فاني ما بغيش اني عاد نصورهم معاكم كيفاش كنشحر فالكل كيعرف كيفاش يشحر هاد الخضر فالقليل من الزيت وشوية ديال ملح هنا عندي الزيتون اخضر وزيتون اسود وهنا عندي علبة ديال طون فبالنسبة للخضر يعني كيف ما كتلاحظوا معايا البصلاء والفلفلاء يعني قطعتهم قطع اللي هي صغيرة شيئا ما مربعات وبالنسبة الجزار راني حكيتو في الحكاكة في الجهة الغليضة وشحرت كل حاجة بوحدها يعني في القليل من الزيت وشوية ديال ملح باش يجيون ملدد وهنا عندي الزيتون راه مقطع بشكل دائري وهنا عندي علبة ديال الطون اللي غادي نضيفها بالزيت ديالها ذاك الزيت كيعطي واحد المضاق زوين هاد الفطائر اه يعني حيث ما ضفتش الزيت بكيميا كثيرة يلا جوج معلقات ديال زيت الزيتون ماشي مشكل انا ننضيفه الزيت ديال الطون وهنا اخواني اخواتي ضفت واحد ربع ملعقة حتى النصف ملعقة ديال الزعتر اللي سخنت واحد شوية حكيتو ما بين يديا وضفتوك يعطي واحد المضاق زوين هاد الفطائر اللي ما تتعجبوش من اسمه ديال الزعتر لا دعي انكم باش تضيفوه فيا كفي ذاك المضاق ديال الطور رات يعطيهم مضاق رائع فلاحظوا معايا من بعد مما خلطت الكل جيدا فكنجمع هاد الجوانيب هكدا وغادي نغطي على الخالي ديالي ونخليه مدة ديال عشرة دقايق حتى كيرتاح وكيبدأ يختمر وهنا من بعد مدة 16 دقيق اخواني اخواتي لاحظوا معايا العجين يعني فيه فقاعات من الفوق يعني بدك يختمر وهنا قبل ما ندوزو باش نبدو نطيبو الفطائر ديالنا كنضيف ليه الجبن اي جبن عندكم توفر ضيفوه انا ضفت هنا فرماج حمر انتو ما لعندكم متزرين لا ضيفوها عندكم اه الجبن يعني هكا اه متلت ممكن اضيفوه تقطعوه قطع صغيرة واضيفوه اي جبن عندكم توفر كتضيفوه كتخلطوه مع الخليط جيدا بها الشكل هادا وغادي ندوزو مباشرة باش نطيبو الفطائر ديالنا اهنا وضعت المقلات ديالي حتى تسخنات ودهنتها بالقليل من الزبدة كندوزوه غير في المرة اللوله حيث هنا كنستعملوه المقلات الغير لاسيقه فراهمك يلسقوش نهائيا وكنفرغ الخليط ديالي على هات الشكل هذا هنا عندي المقلات كبيرة شوية ولهذا درت جوج المغارف من الخليط كنحاولوه مامكان كنقدوهم بسباتيل ولا بشي معلقه حتى كي ياخدو الشكل ديال المقلات وكنخلي الفطائر ديالي تطيب على نار اللي كتكون مهيلة اللي كنحس بيها تحمرات من الاسفل يعني وشدات راسها عاد كنقلبوها فهنا غادي نقلبها وغادي نستعان هنا بسباتيل باش يسهل عليها انني نقلبها حيث هنا يعني فطيرة كبيرة من الافضل الى كانت عندكم مقلات صغيرة كي يجيوا فطائر صغار وكي يجيوا سهلين في الطاهي ديالهم فلاحظوا معايا كنقندغط عليها بشوية وتنقندورها هكذا باش طيب لي من جميع الجوانب فتنقلبها من من الجهتين بجوج يعني كل مرة تنقلبوها هكذا باش كتجي طيبة مديان يعني كتجي طيبة من براء ومن داخل ما كتبقاش معجنة فلاحظوا معايا كتطيب على المهل كي يجي اللون ديالها رائع جدا كي يجيوا هد الفطائر رلداد وسهلين يعني في تحضير ديالهم فلاحظوا معايا من بعد ما طابت وتحمرات من الجهتين فغادي نحيدها ونطيب فطيرة اخر لاحظوا معايا لون ديالها كي يجي رائع جدا وهنا غادي ندير كيمية اخرى من هد العجين كنناخد نفس القياس اللي وضعته في الاول باش كي يجيونا الفطائر قد قد كنحاول نوزعه بسباطيل بهذا الشكل هذا او لا بشي معلقة احتكا تاخد الفطيرة الشكل ديال الميقلات كنخليها احتكا تتحمر ومن بعد غادي نقلبها باش طيب من الوجه التاني وضروري ما نستعنوا بشي حاجة هكذا يلا كانت فطيرة كبيرة على هاد الشكل هذا هكذا باش نقلبوها بكل سهولة لاحظوا معايا يعني كي يجي فيهم واحد اللون رائع جدا صفي كنخليها حتى كالطيب من الوجه التاني كنقى وندوروها من اللي كالطيب من الوجه التاني فصفي كنحيدوها وكنستمروا في الطهي ديال الفطائر حتى كنكملوا الكيمية العجين اللي عندنا ونطلقوه في الشكل النهائي وكان هذا هو الشكل النهائي اخواني اخواتي من بعد مما كملت بالطهي دي الفطائر لاحظوا معي الكيمية ما شاء الله لهي كثيرة فطائر كي يجيو يعني محمري كي يجيو روعة ما شاء الله هنا هاد الفطيرة اللخرة بقى سخونة غادي نقسمها معكم بشوفوا يعني القوام دي هاد الفطيرة هادي اولى الفطائر من الداخل فمن يتيكونوا مازال سخان تيكون داك الفرماج دايب لاحظوا معي فصراحة الاضاءة ما عطيهم مش حقهم نهائيا فهما اجمل من هكا واروع فلاحظوا معي هذا هو الشكل ديال هم من الداخل كي يجيو مجعبين يعني كي يجيو غزالين واحد ريحة كطلع منهم يا سلام ريحة ديال الطون مع الفرماج مع الخضر مش حرة مع الزعتر يا سلام كي يجيو روعة ما شاء الله فكانت هدي وصفة اليوم كانت منه كانت منه تكون القادة تستحسنكم صراحة الوصفة كانت تستحق التجربة بالفعل فالعجباتكم اخواني اخواتي تقسموها مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائدة وإلا عجباتكم ايضا ما تبخلوش علاقتكم بلايك وكمونتر فضلا وليس امرا وحتى هنا اخواني اخواتي نكون وصلنا نهاية الفيديو وكنشكركم على المشاهدة وعلى التشجيعاتي لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو قادمة وصفة جديدة إن شاء الله